في العراق يمكن لتجار المخدرات أو المجرمين أن يخرجوا من السجن مقابل صفقة سياسية فكل شيء ممكن وجائز في عرف المتصارعين على المكاسب جواد الياسري نجل محافظ النجف المستقيل لعي الياسري حرا طليقا رغم ضبطه متلبسا بالاتجار بالمخدرات عام 2018 تم ذلك بعفو رئاسي خاص أصدره برهم صالح بعد أيام من قبول استقالة والده صالح الذي اعتبر نفسه أنه وضع العراق نصب عينيه طوال فترة تسنمه منصب رئاسة الجمهورية أتحدث إليكم بضمير مطمئن بأن ما عملته خلال السنوات الماضية وضعت في نصب عيني العراق الذي نسعى إليه الجميع فكيف لجريمة تعتبر من الكبائر في كل قوانين العالم ويصدر عفو عن مرتكبها بهذه السهولة لكن الوقت مناسب فسوق المساومات السياسي ما زال ساخنا ولا ضير أن يساوم محافظ النجف المستقيل على منصبه مقابل إطلاق صراح ولده المدان بتجارة المخدرات والترويج لها ليذهب منصب المحافظ إلى ماجد الوائلي المنتمي للتيار الصدري ولعل هذه المساومة هي أول إنجازات الإصلاح الذي ينظر له مقتدى الصدر وكان القضاء أول من امتثل لها فتسييسه أمر لم يخف على أحد حتى إن موقع المونيتور الأمريكي قال إن أحزاب متنفذة وميليشيات مسلحة تتحكم بالقضاء في العراق لبسط نفوذها ومنع التحقيق بالجرائم وملفات الفساد تاجر مخدرات تشمله الرعاية الرئاسية ويصدر قرار بالعفو عنه بينما في الصفحة الأكثر إيلاما عشرات الألاف من المعتقلين والمخفيين قسرا لا يعرف مصيرهم منذ سنوات دون تهمة واضحة سوى وشاية من المخبر السري أو مزاج ميليشيوي تحركه العقلية الطائفية اشتركوا في القناة